بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي النهاردة الموقف اللحنة عن كون فيه مع حضرة النبي في السيرة الموقف ده موقف مليء بالأنوار والأسرار موقف من الموقف الفارقة ولما بتحصل في حياة الإنسان حياته بتتغير وحياته بتتنور الموقف ده هو موقف النصر موقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيعلمنا دروس كتيرة جدا جدا لأن النصر ما بيبقاش لحظة النصر بيبقى عبارة عن حياءة ربينا عليها لغاية ما نوصل للحظة التنور اللي هي رحظة الانتصار وفي رمضان انتصر المسلمين في العديد من المعارك منها مثلا غزوة بدر في السنة التانية من الهجرة وكمان فتح مكة في السنة التامنة من الهجرة والقديسية في السنة الخمستاشر من الهجرة وفتح الاندلس في سنة 92 من الهجرة وعين جلوت وحطين وغيرها من المعارك الكتيرة لغاية ما نوصل لنصر العاشم من رمضان في 6 أكتوبر اللي كان في سنة 1393 هجرية وكان في سنة 1973 الانتصارات دي وكأن فيه حاجة دايما أنا بقولها كده وكأن رمضان بيحب النصر بس النهاردة هناخد موقف مهم جدا جدا موقف مشهود وموقف مهم جدا جدا نتعلمنا منه دروس وهو موقف غزوة بدر غزوة بدر حضرت النبي وصل إلى ماء بدر ومعه الصحابة فوصل الرسول صلى الله عليه وسلم وعسكر بجيشه وكان أمامه الأبار في انتظار جيش مكة وكان ده في رمضان في السنة التانية من الهجرة وبدر وادي به مجموعة من الأبار يعني مش بير واحد بس لا مجموعة من الأبار لأن يبدو أن العرب كانوا بيجوا ويقيموا في هذا المكان فكانت فيه مجموعة من الأبار فلما جاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر وكان شاب وشاب من الأنصار واضح أنه فيه سمات القائد عمره 33 سنة وكان شجاع وجريء وكان متكلم واضح هذه صفات القائد وكان هو واحد من السبعة اللي ثبت وما حضرت النبي في غزود أحد ثبت وما اتحركش وثبت ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جاي الحباب بن المنذر وقال لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعدى ولا أن نقصر عنه يعني ما ينفعش أن احنا نتجاوز عنه ولا نرجع عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة في رواية من الروايات بتقول أن حضرت النبي هو اللي سأل الصحابة قال أشيروا عليه فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم جاوب الحباب فقال له بل هو الرأي والحرب والمكيدة يبقى إيه اللي حاصل أن حضرت النبي صلى الله عليه لهم أشيروا علي في رواية أخرى وهم رد عليه الحباب بن المنذر بالكلام اللي احنا قلناه فالحباب بن المنذر قال يا رسول الله شوف 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 أدي إيه المساحات اللي سيبقى حضرة النبي الأصحاب يعبره هو صاحب الوحي فقال يا رسول الله فهذا ليس بمنزل مش ده أحسن مكان ولكن إنه حتى تجعل الأبارة كلها وراء ظهرك كل الأبارة وكلها وراء ظهرك ثم غور يعني اردمها اردم كل الأبار إلا بقرا واحدا ثم احفر عليه حوض نعمل عليه كده مسأة كده عشان إيه الناس تشرب بينه فإن اللي حاصل فتقابل القوم ونشرب ولا يشربون خطة عسكرية حكيمة جدا جدا في التعامل مع الموارد دايما بيبقوا الناس في العسكرية عندهم قضية هي قضية المؤن نعمل ليه في المؤن ومن أهم المؤن المية لأن الإنسان ما يقدرش يصبر ويعيش من غير مية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشرت بالرأي وفي رواية إن سيدنا جبريل نزل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره إن الخباب قد أشرب الرأي ويبقى دي من المواطن اللي فيها موافقة من موافقات ماذا؟ الحباب المرز لأن على فكرة مش كان بس سيدنا عمر اللي كان بينزل الوحي موافقا لرأيه لكن كمان بينزل كمان ونزل هنا هو الوحي موافقا لرأي مين؟ الحباب المنذر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش وفعل ما أشار به الحباب المنذر فجعل كل الأبار خلفه خلف ظاهره وعمل كل الأهل عليه الحباب المنذر وبنى عليه حوض فسارب المسلمين منه حتى يكون الأمر سهل الشرب على المسلمين وعلى دوابهم كمان أنا عايز بس أقول حاجة مهمة قوي الغزوة دي والمشهد دي احنا مكمناش بقية الغزوة بس هذا المشهد مشهد ترب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستشارة وكمان إعطاء الإشارة الاستشارة من الخباب المنذر دي حالة غريبة حالة قد يظن الشخص انه ما تتناسبش مع مقام النبوة ان حضرت النبي وهو يوحى إليه يستشير الصحابة آه لو احنا فاهمين ان حضرت النبي دوره بس مبلغ للوحي حضرت النبي معلم ومهذب ومنور للقلوب كمان بابي وامي صلى الله عليه وعلي وسلم فحضرت النبي بينور قلوبنا على ان في الأحذات الصعبة اوعى تنسى أحبابك وهو تنسى ان فيه إخلاص بينك وبيني اللي حواليك وان المؤمن كثير بإخواني يبقى اذا انت عايز تكتر من نفسك استشير اللي حواليك وهنا انا اكتر حاجة عجباني في هذا الامر في هذا المشهد واكتر حاجة بتعلم منها هي فكرة ماذا؟ فكرة تبادل المعرفة وان الشخص اللي هيظن ان هو بيعرف كل حاجة مش هيعرف اي حاجة تخيل دي هي النقطة الفارقة في المعركة النقطة الفارقة من المعركة فحضرت النبي اراد ماذا؟ اراد ان يعلم الناس ان تتبادل المعرفة وان الناس ما داموا بخير ما تعلموا من بعضهم في ناس بقى عندنا في وقتنا ده انا في الاستشارات الزوجية بشوف حاجات كتيرة جدا منها مثلا ان الزوج فاهم نفسه انه بيفهم كل حاجة فعشان هو بيفهم كل حاجة ايه اللي حاصل بياخد رأيه في كل حاجة وحتى لو وقع خطأ ما يرضاش يقر بان هو الخطأ وقع لانه بيفهم في كل حاجة فكرة ان الشخص يفهم في كل حاجة ده وان الناس سزج وان الناس ما بيفهموش حضرت النبي كسر هذه القاعدة بمسألة ماذا؟ بمسألة سؤال الحباب المنزر وفكرة ان سيدنا جبريل نزل لحضرت النبي دي مسألة مهمة جدا ان حضرت النبي ما كانش خد برأي الحباب المنزر لكن من ارادة تعلم يبقى ارادة ايه؟ تعليم الامة ارادة تعليم يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مش انه كان قليل العلم لا حضرت النبي ارادة تعليم يبقى هو استشار الحباب عشان يعمل ايه؟ يعلمنا كلنا لازم نبطل فكرة انا عارف كل حاجة لازم تبطل تعتمد على زكائك لان زكائك بس ما يعنيش ان انت عارف كل حاجة ودي مسألة مهمة جدا في علاقاتك مع الناس اكتر حاجة ممكن تدمر علاقتك بالاخرين هو ان انت تحسسهم انهم ما لهمش قيمة اضافية في عقلك ولا في حياتك لانهم لو ما لهمش قيمة اضافية ايه اللي حاصل؟ ايه اللي هيخليهم يتعاملوا معاك؟ ايه اللي يخليهم يتصلوا معاك؟ واكتر حاجة دي شفتوا الكلام ده بيحصل معاه الراجل في بيته والست في بيتها الست لما تفاهم جزء انه هي فاهمة ومستغنية عن انه هو يفاهمها حاجة جديدة او انه هو يشاركها معاك معرفة جديدة ايه اللي هيحصل؟ هتفسد الحياة لدرجة في حاجة مهمة جدا بتحصل اوي يحصل يحس بعض احد الزوجين انه هو وعيه زاد وعي مراته زاد هنا بقى بيبتدي يدب بحاجة وحشة اوي اوي في البيت ايه هو؟ انه يدور على حد وعيه زي وعيه فإيه اللي يحصل؟ فتفوزوا العلاقة شفتم ازاي لو حد تعالى بوعيه عن الاخرين العلاقات بتفسد ازاي حتى لو كانت العلاقات دي علاقات مقدسة فاحنا لازم نفهم ده بشكل كبير جدا جدا وهنا بقى يفهمنا علاقة العلم بالانتصار وإيه اللي حاصل؟ ان اللي ما بيتكبرش على انه يتعلم بينتصر اللي ما يتكبرش على انه يتعلم بينتصر ولذلك إيه اللي حاصل؟ دايماً بنقول ليه؟ ليه دايماً الانتصار بيحب رمضان؟ لأن رمضان شهر الانكسار شهر التذلل ولقد نصركم الله ببدر بتاعتنا دي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أزل ونفس الكلام حصل لنا في أكتوبر لما قلنا الله أكبر أكبر من أي حد لكن احنا بنلوذ بالله سبحانه وتعالى يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الانتصار بيحب رمضان ليه؟ ليه؟ عشان رمضان شهر الانكسار يبقى الانكسار باب الانتصار لما تنكسر لله وتعرف ان انت عايش بلا حول ولا قوة إلا بلاه فتفتح مسام التعلم اللي عندك فتتعلم من كل صاحب معرفة ده اللي حصل في بدر وده اللي حصل حتى في أكتوبر لما حاولنا ووفقنا الله سبحانه وتعالى ان احنا نتخلص من هذا الستر المكذوب فتعلمنا قاعدة إدارية رائعة ان المشكلات كلها بتقوم على الحل فبالمياه تخلصنا من وهم الحاجز الذي لا نستطيع ان نقهره فقهرناه بالماء اللي هي ماء الحياة وده معناه ايه؟ ان كل ما الانسان تعلم وفتح مسامه للعلم هينتصر واكتر حاجة تخليك محبوب لدى الآخرين ان انت تحسسهم ان انت بتتبادل معهم المعرفة تعالوا بقى نشوف ده ازاي نطبقه في حياتنا عشان ننتصر اول حاجة خليك حسن الانصات انصت لأهل بيتك مش قبل ما يتكلموا تروح انت نفسك الأمر بالسوء تقولك ما عارف هو يقول ايه بلاش ممكن حضرتك تبطل عبارة انا عارف تصوم وتمسك عن عبارة انا عارف انت هتقول ايه بلاش العبارة دي العبارة دي قاتلة في اي حوار عبارة دي قاتلة للتعامل مع الناس لا فتح بسابك عشان تسمع الناس اسمعهم بصدق يبقى بطل عبارة انا عارف انت هتقول ايه ويسيب الناس تكمل كمال لما حتى لو انت عارفه هتجد حتة كده تحسسك ان انت فهمت السر في كلامه كل ما تسمع الناس بانصات وبقالب مفتوح عشان تتعرف على اللي هو ما يزين يقوله كل ما قلبك ينشرح الحاجة التانية يا دي اول حاجة انصت للناس باهتمام الحاجة التانية والمهمة اذا كنت عايز تتعلم كل يوم تعلم شيء جديد في نفس اتجاه مشكلاتك وفي نفس اتجاه هدفك في الحياة كل يوم لازم تتعلم تعليم جديد عشان كل ما تتعلم كل ما نظرك يتسع وعارفين الناس بتضيق رزقهم في الايام دي ليه عشان ما بيتعلموش كل ما تتعلم كل ما ربنا يوسع عليك رزقك ليه لان لما يتسع لما تتعلم بصيرتك تتنوع وانا دايما بقول للحكمة دي وليه تحفظوها الحكمة بتقول ايه ضيق الرزق من قسر النظر كل ما يتسع نظرك كل ما يتسع رزقك فتعلم كل يوم حاجة جديدة كل ما تتعلم حاجة جديدة تيجي في موطن كده تقول حاجة جديدة دي فالناس تتمسك بيك اكتر في عملك او انك تضيف اليوم شيء جديد في مشروع فتبقى انت من قادة هذا المشروع وتتطور وتترقى وهو ده معنى قوله تعالى يرفع الله الذين امانوا منكم والذين اوتوا لعلم درجات كل ما تتعلم كل ما تترقى حاجة التالتة والمهمة ان انت خليك دايما بتحترم اهل التخصص واهل العلم واهل المعرفة لما تكون عندك ازمة لو سمحت استشير اهل العلم استشير شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استشار ذلك الشاب الواعي الناضج اللي هو جريء اللي هو قائد فاستشار وقبر صلى الله عليه وسلم المشروع وختم الوحي على ان المشروع وكانت صحيحة دي جاي عسلم تعلمنا ان احنا كل ما نسأل المتخصصين وكل ما ناخد رأي الاخرين وكل ما نحترم اراء بعض كل ما كن حياتنا متماسكة وكل ما نكون منتصلين على عيوبنا وكل ما نتنصل على عيوبنا ومشاكلنا يا سادة احنا متحتاجين ان احنا نفتح ابواب ومثام التعلم في بصيرتنا وفي قلوبنا مع كل اللي حوالينا مهما اي حد فينا صغر او كبر اللي حاصل ما زال قلبه وعاء من اوعية النور اللي ربنا ممكن يسكب له نوم من انوار انا اكون في الانتظار لهذه الانوار يبقى افتحوا قلوبكم للتعلم من بعضكم وكل ما هتتعلموا اكتر كل ما هتنتصروا عن انفسكم الامارة بالسوء وساعتها عني عرف ايه اسرار ولقد ننصركم الله ببادر انه انتم ازل يا رب علمنا حسن المعاملة مع الاخرين واجعلنا منهم من المتعلمين واجعلنا يا رب دائما نقدر معنا العلم ونقدر حلاوة المشورة التي هي في الحقيقة نور من انوارك انتصرتها لقلب عبد من عبادك واجعلنا من اهل النصيحة واجعلنا من اهل قبولها يا رب العالمين في كل وقت وحين يا سادة هو دوات بدر بجماله ونوره وهي دي الانتصارات بجمالها ونورها نورها دائما بيجي معه الإقبال على الله والإقبال على التعلم اشتركوا في القناة